نذكركم وانه اليوم موضوعنا بش نحكيوه على الاشغالة العامة شنية حكاية المقاولين اللي في كل مرة يتشكوا منهم البلديات وغيرها من المشاريع الكبيرة هل هم المشكلة هم هم في حذاتهم عندهم مشاكل كبيرة كيفش ينجموا وكيفش يراوز هذا ممكن تحلحيل الأوضاع وخاصة المشاريع العام والمشاريع الكبرى اللي متوفرة ولي قادة موجودة قدامكم قادة نتراو فيها كل يوم ونوصل يحضر معنا اليوم رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والاشغالة العامة جمال اكسيبي ابرتير مثمانية وثلاثين دقيقة سينو نعم نطلع على اهم المواضيع المطروحة في الصحافة الوطنية حل الجريدة حلنا الجريدة يا جماعة بش نبدأوا تقريبا بالمختص في علم الاجتماع اللي يفسر نتائج صبر الاراء محمد الجويلي اللي موجود في جريدة المصور الأسبوعي وكيف كيف زاد جريدة صباح الأسبوعي محمد الجويلي اللي يقول اللي اختاروا القروي والسعيد وموسي اختاروا انتخاب العقاب مع الشماتة هكا موجود في العنوان وتقول في صفحة الخامسة وانه الماكينة الانتخابية لبعض الاحزاب قادرة على قلب كل نتائج مجددا عند انطلاقها واحكا على نتائج صبر الاراء اللي توجدت هذه في المراتب الاولى في اختيارات المستجوبين يقول مقابل فما نشوفه انه تراجع النهضة ونداء وتحياته ونصعدت احزاب اخرى اللي سيطرت سابقا على المشهد الانتخابي نمشيوا الى نفس الموضوع في جريدة الصباح الأسبوعي اللي قال البحث في علم الاجتماع محمد الجويلي قال انه شخصيات البديلة يمكن انه تحقق نتائج فعلية يوم الاقتراع وقالوا من يؤيدون هذه الشخصيات يرون ان المنظومة الحالية هي الشعبوية موش العكس بالعكس كما القادين يقولوا عليهم على كل نكملوا مع نفس الموضوع تقريبا وجريدة الصباح الأسبوعي يتربعون على عرش الاستطلاعات ترامب تونس يراهنون على حصان الشعبوية هكذا موجود العنوان وحبطوا صورة تقريبا لأهم الأسماء المطروحة في الصحة السياسية كريم بوزويت أحكى لجريدة الصباح الأسبوعي دكتور في الانتروبولوجيا والمختص في الخطاب السياسي اللي يقولوا ان شعبوية استثمار لغضب الناخب إذا أتوافق الأحزاب التونسية تستخدم الشعبوية بأشكال متفاوتة عيش تونسي الأكثر الشعبوية يرقروا يستغل التلفزيون كما فعل ترامب سلوى شرفي الأستاذة والدكتورة في معهد صحافة وعلوم الأخبار في تصريح لصباح الأسبوعي تقولوا أن الشعبويون يدركون أن وعودهم غير واقعية ولن يطبقوها أنهم تخيبوا هل الخطاب الشعبوي يستهدف الفئات غير المسيسة أو الواعية بكيفية تسيير الدولة قالت أن نقاي صعيد أخطر المرشحين ولا يمكن إيجاد تصنيف له هذي شو اللي قالت في هذا الموضوع هيت نمشي إلى المواضيع الأخرى المطروحة نمشي إلى جريدة الشروق الصدرى لليوم الأمين العام لحركة مشروع تونس حسون الناس في اللي يقولوا شروق النهضة منافسنا الأول وتحالفنا مع نداء هو تحالف استراتيجي قال أنه سندخل مع نداء تونس في قائمات مشتركة للانتخابات الشريعية وبمرشح واحد في الرئاسية نمشي إلى جريدة شروق نقود مع شروق صفحة الرابعة كيف يمكن التعاطي مع الطيارات الشعبوية يتوقع في نفس الموضوع تقريبا وصعود طيارات الشعبوية في تونس المعطى السياسي لافت للنظر يربك تنظيمات سياسية على مختلف مشاربها غير أنه طريق المعالجة وكيفية تعاطي مع المسألة يعد محل خلاف سياسي عميق فما هي السبل القانونية والسياسية المتاحة في سياق عقلنة المشهد السياسي والحد من إعكاسات هذه الظاهرة تقريبا هذي اللي قاعد يتقال في كل الصحف نمشي إلى جريدة الصباح صدر للبرح جريدة الصباح تقريبا حكيوا على تفاوض عقيم ومستقبل آلاف الطلبة على كفع فريد غدا جلسة أخرى بين إجابة والوزارة ونهاية هذه السنة الجامعية نهاية مربكة وغموذ كبير لحقيقة إن شاءنا اليوم يلقوا الحل بين الوزارة وإجابة باش نشوفون إنو الناس لتوا مزات لا روحة لديارها لا كاملت العطان المتاعها فهما الناس ما عادتش وناس مزال ما خرجتش لغي الزلطان متاعهم ربي جريها أصلح هات نمشي مع صارة إيش جيبنا منها أخبار دونك في جريدة الشروق نلقاو أغلى شجرة في العالم الكيلو جرام منها بمئة ألف دولار الشجرة هذي مادة العود ولا الراتنج وهي الأغلى في العالم على خاطر عليها أقبيل كبير على دهن العود سيخطو في الخليج والقرة الهندية اي شو اسم هذي الراتنج ولا مادة العود العود آه أوكي يخرجوا منها لبخفة دونك هذي يقطروها ويخرجوا منها لبخفة دونك والبخفة بتعرف هي العود اللي تقريبا أكثر برفان تخرج في الخليج فذيك علاشي شاي اللي خلى الماركات العالمية الكبيرة لكل يخرجوا جام متاع العود تقريبا أغلى برفانات اليوم موجودة في العالم هي الجام متاع العود بيه في جريدة الشروق زيد قلون على كادو بوتين الرئيس الصين في الانيفرسير متاعه 66 والكادو هو مثل جيت آيس كريم روسية وشي الرئيس الصيني فرح بالكادو متاع بوتين ويحسبوا صديق مقرب ورجع له كستاي صيني وشكروا على الجلاس اللي يجبه له معناها رؤسية واعد يديلو آيس كريم واعد يديلو كستاي ووحنا اللي هناك كنت تسمع تسمعك مثلا تاو تقول كلم ما تصدقش طب تستنى معناها في مونجالة ولستنى في كرهبة عيش بيها الأخرى اخذات كرهبة ومونجالة ريتشي كيفاش والرؤسية أخذوا أعملوا كيم الرؤساء فين عيد ميلاد مثلا تاع حبيبك ولا حبيبك يدي لها آيس كريم وانتي كيف الواعد هزا مثلا كستاي مقحف معناها كستاي حافيان لبندق لشي بيش تخنى بالبندق نعملوا كيم الرؤساء والله العظيم نمشيوا للصباح نحكيوا على الرحلة التابعة للخطوط الجوية السعودية اللي رلغاوها من مطار تونس قرتاج وهبتوا الركاب الكل على خلفية إيقاف تاقم الطائرة اللي فيه جنسيات سعودية مغربية وهندية وهذا بإذن من نيابة العمومية بعد الانتباه بالتورط في تعنيف واحد من أفراد التاقم في سهرية في جامرت ونفس المصدر يقول الجريدة الصباح اللي المتضرر لقاوه في حالة حرجة بعد البيسين وتوى هو في الكماء وتوى ستة أفراد متع التاقم يستندقوا فيهم وألغوا الرحلة حتى يطلعوا نتائج الأبحاث بوى نحقيقة يظل في الكماء زينا ثابته منها يظل في بالي لي هو حالته الصحية آآ كلام ليح معناتها وتعد على فحص طبي هو في آآ هو تحت انظار آآ ممكن التاقم الطبي موان ذولي موهوش في الكماء ولكن آآ تم إلغاء هالرحلة هذيكا واليوم هما آآ تحت الايقاف ونطنطن يكملوا الأبحاث متاحهم على كل القانون القانون لازم يطبق على الناس الكل فماش يكون على رسول ريشا فآآ شكرا سارة على كل هذي الأخبار راحنا بش نواصلوا